داود عايز سألك الزمالك محتاج ايه؟ فاضل له ايه؟ يا خبره بيدحك بيه افتكرت الرد اسلام عزت بس يعني الزمالك بعد ما كسب مباله السوبر محتاج ايه؟ فاضل ايه عشان تبقى الفرقة مكتملة؟ طيب وانت بتتكلم عن فرقة مكتملة لا الزمالك قدامه مساحة كبيرة جدا ان هو يطور في الاسكواد بتاعه عشان يوصل لمرحلة الاكتمال انا بفجة نظري ان الزمالك حاليا مش بيدور على الاكتمال كان الزمالك بيدور ايه افضل فرصة ممكنة عندي عشان اوصل بالاسكواد بتاعي لأعلى مكان ممكن حلوة دي لان الزمالك لو انت معاك في الجوز تأكيد كنت ممكن تفكر فكرة الكمال لكن انت لو تبص على مركاته الزمالك بالمناسبة كريم الزمالك ما دفعش فلوس كتير الزمالك دفع 3 مليون في امبي في محمد حمدي اول قصة اللي عمر فرج لسه هيدفع تقريبا بعد سنة بنتاج جايب نظام الاعارة مش لك جايب اعارة والفريق الاحد هيتحمل جزء كبير من راتب اللاعب ففكرة الماديات بتحكم شوية مركاته الزمالك الزمالك زي ما قلتلك بيحاول يدور ايه افضل فرصة ممكنة ان انا اطور الفريق وهيعمل كده ايه اللي الزمالك محتاجه بكرة الزمالك محتاج مدافع يقدر انه هو يتعامل يكون موجود دايما ورا حمزة المسلوسي ويكون فيه منافسة مع حسام عبد المجيد محتاج لعب في خط الوسط مع دونجا لان زي ما قلتلك فيه حاجة مهمة جدا كريم وده يرتبط بلقاء القم زي ما لك عنده لعيبة لو على قد ماتش واحد تقدر تعمل جيم كبير جدا بمعنى انت لو احتاجت دونجا ده في ماتش كبير في نهائي كونفدرالية في نهائي سوبر افريقي ممكن يقدم لك جيم كبير جدا احتاجته في روزنامة ماتشات بتاعة كونفدرالية زهب وعودة يقدر يقدم لك المنشات الكبيرة دي بس مشكلة دونجا فين؟ في الاستمرارية على مدار موسم وانت بتنفس في الدوري نفس المشكلة عنده حسام عبد المجيد ان اللاعبة دي عندها دقات جيدة جدا بس ما عندهاش تستمرارية فدائما فيه مساحة للأبغريد مساحة ان انت تجيب لاعب زي ما قلتلك يكون عنده استمرارية اكبر او حتى لما اللاعبة دي الكرف بتاعهم يقل يقدر يقدم الاضافة بالنسبة لنادي الزمالك فتزي ما لك فوجة نظري زي ما قلتلك محتاج لعب في خط الدفاع محتاج لعب فيه لعب رقم 6 مع دونجا وزي ما قلتلك اي تطوير هجومي محتمل يبقى محدش يكره محدش يكره